مرحبا عزيزا ومتابعي قناة برلين بعين عربية ميزة جديدة وصلت للواتساب اللي هي إخفاء آخر ظهور قبل ما قبل الشرح تنسوا أن تدعموا بقناة برلين بعين عربية باشتراك اللايك وتفعلون الزر الإشعارات حتى يوصل لكم كل شي جديد من عندي طبعا هذه الميزة ما يحتاج أي تطبيق ما يحتاج أي برنامج فقط رح ندخل من داخل الإعدادات قبلها أتمنى من كل شخص يدخل لينسى يدعم قناة برلين بعين عربية باشتراك اللايك ويفعل زر الإشعارات حتى يوصل كل شي جديد من عندي خلو ندخل الآن من داخل الواتساب حتى نخفي آخر ظهور رح ندخل على تطبيق الواتساب ونروح على الإعدادات رح تشاهدون هنا هذه الصفحة رح ندخل على الحساب رح تظهر هذه الصفحة الثانية رح ننروح على الخصوصية رح يظهر عندي هنا آخر ظهور فلو دخلت على آخر ظهور رح يظهر إلى الكل إلى جهات اتصالي فقط وإلى جهات اتصالي باستثناء تقدر تستثني أي أحد من اللي تريدهم ولا أحد رح ما تظهر للجميع لكن هنا في فقرة مكتوب بالأسفل أنه أي شخص أنت رح تخفي عليه آخر ظهور أيضا أنت مرح تقدر تشاهد آخر ظهور فعملية متبادلة فهذا اللي حبي تشتعلكم أتمنى استفاديته من الفيديو لا تنسوا تدعموا قناة برلين بعين عربية باشتراكوا لايك واتفعلوا زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل الآن يحاضر شكرا الجميع مع ألف سلام قبل ما أنهي الفيديو حبيت فقط تشاهدون هذا الفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف واحد من اثنين من النصب التذكارية اللي عملتها روسيا اللي كانت محتلة ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وراح تشاهدون كثير معلومات عنها إن شاء الله فاتشاهدون خصوصا نهاية الفيديو كلش حلو المناظر كلش حلوة صدقوني كأنها أنا وصفتها كأنها مكان من الجنة يعني بدون تشابه كلش حلو هذا الفيديو أتمنى تشاهدوا ولا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك وشكرا للجميع شكرا للمشاهدون خصوصا نهاية الفيديو شكرا للمشاهدون خصوصا نهاية الفيديو